السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيبي عامل ايه هنبدأ مع بعض طريقة عمل الرز بلبن زي الجاهز بالزبط اول حاجة هنحط كباية مية تغلى على النار وبعدين هنحط عليها كباية رز ونسبها تغلى على نار هادية لحد ما الرز يسترق معينا ويدوب كويس واول ما الرز يبدأ يشرب المية هنحط معي كيز فانيليا وربع كباية سكر بنفس الكباية اللي عيرنا بيها الرز والسكر ده يبقى حسب الرغبة وبعدين هنجيب معينا كيس كريمة بودر ونص كباية لبن سائع ونضربه مع بعض بالمضرب لحد ما يبقى يتقل معينا ويبقى كريمي كده كده الرز يا جماعة وصل لحالة السوة معينا كده الرز يشرب اللبن كله بسم الله ما شاء الله هنبدأ بقى نحط الكريمة مع بعض بصوا يا جماعة لو انتو هتدخلوا الرز بعد ما تغرفوه في الاطباق بتاعتو هتدخلوه الفرن فهنحط نص الكريمة اللي احنا عملناها معينا لكن لو انتو هتغرفوه مش هتدخلوه في الفرن ياخد وشه هتغرفوه بس كده هتنزله الكريمة كلها زي ما انا هعمل كده هنزل الكريمة كلها هنزل الكريمة كلها مع بعض وايه وبعدين هنغرفوه في اللطباق معنا وهتشوفو معنا دلوقتي حطينا الكريمة كلها على الرز بلبن بسم الله ما شاء الله هنبدأ نقلب الرز بلبن مع الكريمة اللي عايز بقى يا جماعة في المرحلة دي الأخيرة عايز يحطي نيشا حبابي يحطي نيشا يدوب شوية نيشا مع لها صغيرة في شوية لبن صغيرين ويحطوهم حتى يربط معنا ويتقل الرز بلبن بس انا بقى بحبه كده ما بحبش النيشا فيه فبالنسبة لي هو كده كويس يا حبيبي وصلنا لنهاية الفيديو معنا بعد ما غرفنا رز بلبن في اللطباق بتاعته وده الرز بعد ما خلص بسم الله ما شاء الله وطبعا اللي عايز يدخله الفرن ممكن يحطه في الفرن زي ما انا قلت يحط نص الكريمة والنص التاني يحطه فوق اللطباق من فوق ويدخله الفرن حتى يحمر وياخد وش معنا وفي الاول اللي عايز ينقع الرز شوية ممكن يحط كوباية المية المغلية مع كوباية الرز وينقعه مدة ساعة او ساعتين حتى يبوش اكتر وبعدين يحط كيلو اللبن بعد ساعة او ساعتين مع الرز ويسيبه على نار هادية ويكمل بقية الخطوات عامل الرز باللبن وده النهاية شكل النهائي معنا للرز باللبن وبالهنى والشفى وباي باي ولو حابين تتابعوني في كل فيديوهات ياريت تشتركوا معي في القناة ودوسلنا لايك على الفيديو ولو حابين اي وصفة معي انا اعملها لكو ياريت تقولون عليها وقناتي الكسس وكل حاجة مفيدة وكل حاجة انتوا عايزين هتلاقوها في قناتي واي حاجة تطلبها مني هعملها لكو والله باي باي اشتركوا في القناة